أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم على توطيد أواصل التعاون والشراكة الاستراتيجية الفاعلة والمتميزة مع منظمة الأمم المتحدة بما يدعم الأهداف المشتركة في حفظ السلم والأمن الدوليين نعم جاء تصريح الوزير بمناسبة مشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة في ظل شراكة وثيقة جماعة البحرين والمنظمة الدولية عبر السنين في الوقت الذي يحتف فيه المجتمع الدولي بيوم الأمم المتحدة والذكرى السابعة والسبعين لإنشاء المنظمة الدولية هذا تشارك البحرين العالم هذه المناسبة وفي جعبتها تاريخ حافل وسطور زاخرة بعناوين التعاون المشترك الذي يجمعها بالأمم المتحدة باعتبارها منظمة ولطابعها الدولي الفريد تتولى اتخاذ مختلف الإجراءات الجادة والحازمة المتعلقة بالقضايا التي تواجه البشرية جمعاء استنادا إلى حجم الصلاحيات المخولة لها في ميثاقها كالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى العمل على تعزيز صور التنمية المستدامة في كل شبر من أشبار دول المعمورة ككل واستطرادا لما تقدم تفخر مملكة البحرين بمخزون وفير من الشراكات والتفاهمات مع منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية ووكالاتها المتخصصة والتي تستهدف إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات ومكافحة التطرف والكرهية والإرهاب إضافة إلى دعم الشراكة الدولية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية ضمن أسلوب يلبي تطلعات شعوب المنطقة والعالم في الأمن والسلام والرخاء البحرين وبمشاركتها الاحتفالة بيوم الأمم المتحدة المعنوان بعادة البناء معا لتحقيق السلام والازدهار تؤكد على مدى التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبمقاصده السامية في إقامة العلاقات الدولية وتعزيزها على أسس من الود والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتوطيد التعاون الدولي في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتنصيق عمليات الإغاثة وخدمة الإنسانية وفي ظل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لطالما كانت وما زالت أرض الخلود تتمسك بقيمها الدبلوماسية الحكيمة والنابعة من تاريخها العريق وسياستها المعتدلة وحضورها المشرف في المحافل الدولية منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وإسهاماتها الرائدة على الساحة العالمية في ترسيخ السلام والحوار ودورها المحوري في التضامن الإنساني الدولي ترجمة نانسي قنقر